الراديو تسعين تسعين هواها مصري ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى ولسه النهاردة بنتكلم عن أدوار البرد والفرق ما بين البرد واللمفلونزة والتقلبات اللي حصلة في الجو وأصارها بقى علينا وعلى ولادنا آخر حاجة حضرتك قلتها لنا يا دكتور هي الفرق ما بين دور البرد واللمفلونزة طب أنا المفروض في الحاجتين دول أن يكيس فيهم المفروض أروح للدكتور وإيه فرق العلاق بصي هو المفروض نروح للدكتور في الحالتين طبعا ولكن لازم يبع عندنا يعني لازم يبع عندنا وعي احنا راحين للدكتور ليه يعني طبعا قد دكتور هو اللي بيشخص وكل حاجة لكن زي ما بنقول نزلات البرد بتكون أعراضها متعلقة أكتر بالجهاز التنفسي أو بمعنى أدق بمجرى التنفس تمام تمام إنما الأنفلونزة بتهد بقى الجسم كله بتهاجم مش بس الجهاز التنفسي بتهاجم بقى الجسم كله أو بمعنى أدق أعراضها بتظهر على الجسم كله تمام أغلب أنواع الإصابات بالأنفلونزة عكس ما الناس متصورة بتكون أنفلونزة فيروسية مش بكتيرية خلاص وبالمناسبة دي اللي بيتاخد للتطعيم يعني اللي هنتكلم عنه بعد كده بعد كده ولكن الأنفلونزة البكتيرية ده ما يمنعش إن فيه الأنفلونزة البكتيرية يعني فيه بكتيريا معاناة بتسبب الأنفلونزة برضو بس دي نسبتها أقل من الفيروسية البكتيرية دي بقى بتأثر عليها فاطمة بتأثر علي الرئة والودان عشان كده فيه جايد مهمة قوي للأطفال الأكبر شوية أو حتى للناس كبرى بنكلم جواتي على كل أعمار إذا حسينا أن فيه مشكلة في الودن عشان كده دايما بنقول إيه؟ إنه يجب الاهتمام بعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزة عشان بتتسيب إفاكت تأثر الودان بتسيب تأثير في الودان وبتسيب يعني إنسدات شوية في أو بتسبب فقدان جزئي للسامع ودي كلمة مش هينة مش هينة يعني هين السامع بقاش كويس بس ده بالنسبة للأطفال الصغارين اللي لسه بيتعلموا الكلام دي بتفرق حك قبل كده في حلقة الكلام قلت إنه ده ممكن يأثر على تطوره في الكلام خاصة لما نعرف بالضبط كده خاصة لما نعرف إنه معدل الإصابة بيكون ممكن يوصل إلى ست مرات في السنة لما نقسم بقى ست مرات في السنة كل مرة بوائي 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 يعني في شهرين يعني معنى كده إن الأم اللي بتقول بقى أنا ابني البرد ما بيسيبوش عشان ما تعليقش كويس برافو عليك يا اما ما تعليقش كويس يا اما إن كل الأسباب أو المسببات اللي قدت إلى الإصابة بالنزلة البرد أو الإصابة الفيروسية يعني أو البكترية موجودة الفرق بقى ما بينهم ان احنا زي ما بنقول بنروح للدكتور ايه عشان برضو الناس تركز معنا البكتيرية بتأثر على الودان والرئة والرئة بالزبط كده الفيروسية بقى بتأثر على كله يعني بتأثر على الجسم ككله وتسبب ارتفاع الحرارة وكده ولكن انا بقول ده دي علامة مميزة والأنفلونزة البكتيرية هي اللي بتستجيب للمضادات الحيوية فيبقى اول درس نفعله بكتيرية مضادات حيوية بالزبط كده انه المضادات الحيوية استخدامها في الأنفلونزة هي ملاقاش استخدام في البرد عشان نبع عارفين البرد حاجة بنسميها يعني علاج للأعراض يعني مثلا لو المناخير مسدودة فيه نقط للأنف الدكتورة هيكتب لنا نقط للأنف في كحة هناخد ده وكحة هناخد كحة بناء على نوع الكحة لأن الكحة أنواع إنما دخلنا بقى فيه مثلا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة فيه مخفض للحرارة لما دخلنا بقى في الأنفلونزة بالزبط كده بنشوف لو الأنفلونزة عشان كده لازم نسأل الدكتور هو نوع الأنفلونزة ده ايه يعني بكتيرية ولا فيروسية لأنه الدكتور اللي هيكتب أنتبيوتك أو مضاد دحيوي في غير موضعه للمريض أو الطفل يعني لا هيستفيد وبالعكس ده هيمكن يتضر من زاوية تاني طيب الأم لو اكتشفت أننا ابني عنده مثلا أعراض لحضرتك وصفتها بتاعت الأنفلونزة البكتيرية أبعتولي مضاد حيوي كزا وأدي لابني مضاد الحيوي اللي يترقى لي في البيت لا طبعا ودي نقطة مهمة جدا جدا ودي يعني للأسف يعني خلينا نتكلم كمان من ناحية ايه الاجتهاد إن في ناس بتعمل كده من باب الاجتهاد وفي نسبة لا يستهام بها بتعمل كده من باب تقول ايه توفير النفقات يعني فاهمة أصلي هروح بقى لسانزة هروح للدكتور وادفع وعمل وادفع في مكان ما أو كده فاللي عايز أقوله إن أحيانا التفكير أو التصرف بالطريقة دي بيؤدي إلى مزيد من دفع الفلوس لقدر الله لما يحصل مضاعفات خاصة إن فيه أعراض يعني أولا المضاد الحيوي فيه أحيانا بعض الأطباء لما بيلحظوا مثلا إنه فيه عرض مصاحب للأنفلونزة وهي مثلا كحة جديدة شوي تماما وبتكون مثلا كحة بيبقى مسموع صوتها إن هي تنطوي على إفرازات في الصدر يعني إفرازات في المجرى التنفذ اللي إحنا بنسميها بقى البلغم والحاجات دي تماما أحيانا الطبيب بيطلب مزرعة إنه يعمل مزرعة مش بس إنه حتى يكتب بقى مضاد حيوي أو داوة لا دا بيطلب مزرعة ليه؟ لتحديد نوع بالزبط كده نوع البكتيريا اللي مناسب لها المضاد الحيوي الفلاني يعني فيه طبعا عائلات من المضادات الحيوية يعني فيها المضادات الحيوية دي أنواع ففكرة اللي هو اديه له المضاد الحيوي اللي كان بياخده قبل كده أو أنت لو ما خدش خالص فيه مضاد حيوي مشهور الناس كلها بتاخدوا مثلا دا الكلام دا مش منضبط خالص وبالعكس هو دا اللي بيفسر بالمناسبة إنه ليه الأعراض بتطول يعني يتلاقي الأم بقى الشاكوى المعتادة تقولك أنا ابني جبت له أول ما حصلت بالأعراض كلمت الصيدلية جبت الدوة ديته مضاد حيوي ما بيتحسنش ما بيتحسنش فدي نقطة مهمة قوي فإحنا اتفقنا أن علاج نزلات البرد غالبا بيكون علاج للأعراض فقط إنما علاج الأنفلوانزة لا بيبقى علاج بقى أكثر أكثر تعمقا بالزبط كده مضادات الفيروسات بقى دي أنا بدأت أسمح حاجة يا دكتور بحيث إن الدنيا تطورت في الحتة دي إن الأول كان كلما يجي أنفلوانزة عم بنتم بندي مضاد حيوي دلوقتي بقينا الأمهات بنسمع الكلمة دي هل هو ده اللي بيعالج الأنفلوانزة الفيروسية؟ الحقيقة أو لأ ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن الفيروسات اللي بتسبب الأنفلوانزة أكتر من 200 نوع أكتر من 200 نوع بالزبط كده فهي لما بتسمعي الكلمة دي وتلاقي إن في حد يقولك إيه؟ ده أنتفيرل يعني مضاد للفيروسات ده بيمشي أكتر في بعض أنواع الفيروسات اللي بتصيب مثلا البشرة أو بتصيب مثلا ممكن تهاجم الشفة أو تهاجم اللسان ده مش مالوش علاقة باب الأنفلوانزة أو البارد على فكرة يعني فيه هو بالصدفة ممكن يعمل ده أعراض فيمشي معاه إنما الأنفلوانزة تحديدا سر صعوبتها ده مش بس بقى المتين نوع ده هم أكتر من 200 نوع على فكرة ده فيه بقى صعوبة المتين نوع بقى يا فاطمة يجي نوع من المتين تخيالي بقى شوفي النسبة نفس النوع يتحور ويغير شكله من سنة للتاني كمان يعني خلص خرج من التشكيل بتاع المتين بالزبط كده يعني ما بقاش متين يعني هو متين بس هو السنة اللي فاتت ده كان اللي هو رقم ستين لأ غير نفسه هو ستين برضو بس بقى متين وعشرة مثلا بالزبط كده فعشان كده هرجع وقولك تاني إن فيه طبعا فيه اهتمام بمصل الأنفلونزا وهو على فكرة مش ضمانة برضو مية في المية عشان الناس تبقى وطع يعني يبقى كلامنا واضح الناس اللي بتاخدوا بيحسوا إن أدوار بقت أقل وقوة الدور بقى يعني أقل شوية هو فيه ناس ما بيوصبهاش البرد خالص وفيه ناس عدد مرات الإصابة بتجي لها أقل وفيه ناس زي ما أنت بتقولي الأعراض بتبقى أضعف محتملة ولكن هنحط تحت ولكن عشرين ألف خط بالزبط كده يا ترى المصل اللي بناخده هو أكتر مصل تم تحديسه حصل له أبديت ليه؟ لأن المصل الأنفلونزا ده بيتغير كل سنة فيا ترى المكان اللي احنا روحنا له في مصر هنا العيادة الخاصة أو المستشفى الخاصة أنا مش بشكك يا ترى جاب آخر دفعة من المصل طب أنا أعرف إزاي بقى ما هو دي بقى بنعرف إن إحنا مثلا ممكن فيه لازم يبقى عندنا قدرة على البحث شوية إن إحنا مثلا مثلا يعني ندخل على الإنترنت على المواقع المحترمة اللي هي مثلا زي موقع منظم الساحة العالمية مثلا تمام ونكتب كده نسأل إيه هو اسم المصل بتاع 2018-2019 مثلا خلاص كده هيطلع لنا اسم فعلى أقل نقرنه يعني ليه لأنه فيه ناس بالمناسبة فيه ناس بيجيبوا الأمصال دي حبة يعني كمية أطباء يعني بيقوموا بتخزينها بمعنى بطريقة سليمة فممكن تعد سيزينين شتا وشتا بعد وانا في السياق دا فاطمة يعني انا حب ان انا نبهك وانبه كل الأمهات ايوة لحاجة الحقيقة مهمة جدا والحقيقة ان دي بقى من الحاجات اللي بيتسبب فيها الوجهة الاجتماعية الزائفة بمعنى ايه انا دلوقتي بقى هطلع شوية من مصلة ونتكلم عن التطعيمات بشكل عام مش كل الأطفال عندهم تطعيمات وفيه تطعيمات اللي احنا بسميها الإجبارية او الإلزامية اللي هي في جدوى الوزارة الصحة وفيه تطعيمات تانية إضافية بالمناسبة التطعيمات الإضافية غير ضرة ولكنها غير ضرورية يعني اول ما يبقى فيه تطعيم ضروري الدولة الدولة بتحطه على طول في الجدوى بالزبت انما طول موامش محطوط يبقى الناس تتطمن ليه لان دا بيعمل نوع من أنواع عدم الرضا شوية الاجتماع ان الناس تقول ايه فيه تطعيمات تانية بس انا مش قادر اجيبها لولادي خلاص بس انا بطمنك كأب او كأم لو ضروريك هتتفردت بالزبت كده صحيح ان دا بيكلف كتير ولكن دا بند أساسي من بنود الإنفاق في وزارة الصحة انه لما هيكون فيه تطعيم لازم ضروري ان كل الأطفال تاخده اتطمن والدولة هتحطه ما تقلقش خلاص نيجي بقى على التطعيمات نفسها شخصيا سواء بقى العادية او الإضافية تمام تيجي كده أم جميلة من أصدقائك مثلا مش انتي يعني فتيجي تقول لها ايه يسا ممكن اطلعنا لا لا فتيجي تقول لها انتي طعمتي بنتك فتقول لك اه بتاع فتقول لها والله دا انا كنت عايزة مثلا دا احنا كنا نروح سوا بكرة مثلا مكتب الصحة عشان الطعم فتقول لك باستنكار شديد انا نروح مكتب الصحة لا طبعا انا مروحش مكتب الصحة اللي هو المجاني اللي كذا عمال بتعملي ايه ست الهوانم دا انا بروح للدكتور فلان الطعم على فكرة دا مش غلط ولكن انا بقى بنبه حضرتك وبنبه كل الامات لحاجة مهمة جدا انه المكان اللي عليه ضغط كتير احسن احسن لان الحاجات فيه ما بتعودش يعني بيبقى فيه مسلا تطعيمات بتيجي اولا بيبقى فيه ضمانة في الاستيراد وفي التخزين وفي الحاجات دي كلها انا بكلم بمنتهى الامانة والموضوعية فبالتالي انت بالزبط زي ما بتروحي مثلا خلينا نضرب مثلا بمطعم انت بتروحي مطعم فكل ما تروحي تلاقيه زحمة تمام زحمة دايما نقول خلينا في المكان الزحمة للأكل فيما بيتخزنش وده دايما مش لحقين انما فيه مكان تاني اللي احنا بنسميه بيناش كده اللي هو فاضي خد فما تضمنيش فاللي بيحصل كده انك ممكن تروحي تقولي ايه انا هروح للدكتور فالدكتور ممكن يكون معدل السحب عنده او استهلاك الامصال عنده مش بالكسافة ولا بالقوة هو اكيد مش بالكسافة والقوة زي ما كتب السح فانا عايز اقول ان فيه جمان جهات اخرى زي المستشفيات اللي هي الحكومية والتأمين الصحي زي هيئة المصل واللقاح يعني انا مش ضد فكرة التطعيمات في الاماكن الخاصة لعداد الخاصة بس انا ضد فكرة التشويش على انه الحاجات بقى اللي في الاماكن الحكومية او المجانات دي وحشة لا بالمناسبة بقى ده دي الحلوة يعني دي اللي ما فاش عشان تبقى عارفين بقى دكتور محمد جابلوكم ده يعني دي حاجة انا كنت احب ان احنا نتكلم فيها وانا عارف ان احنا يعني بنتكلم دايما بامانة ما بنتكلمش بحياد فانا بس اللي لاحظته في الفترة الاخيرة ده انا اقولك بقى مصيبة انا عندي نفس الملاحظة دي ده لا لا انا ما بديش اصلا ولادي التطعيمات المجانية انا بديهم بس التطعيمات التانية لا انا ما لا والله العظيم انا سمعت ده وحيات ربنا مش من اموح ده بتهيق لي الاساسي الاساسي الجدول لوزارة الصحة محددية بالزبط كده فهو في بعض الناس اعتقدت ان دي التطعيمات اللي هي المجانية اللي هي النوتي الوحشة اللي هي ملهاش لازمة انما التطعيمات الغالية اللي هي مش في جدول وزار صحة هي دي المهمة فاحنا دي فرصة نقول لكل للناس يا جماعة التطعيمات الإلزامية بتاعته زارة صحة وبالمناسبة التطعيمات دي لما نروح مثلا لو في ناس مثلا مصريين بس بيشتغلوا مثلا في دولة عربية زي السعودية أو الإمارات أو خط هيلقوها هي هي بس هيلاقوا حاجات بقى دمج يعني ممكن يلاقي مثلا تطعيم خمس تطعيمات في بعض بدل تلاتة مثلا يعني بس في الأكرة هيبقى لطفله متطعم من نفس الحاجات اللي متطعم منها عندنا ولازم يتطعم حسب المكان اللي هو فيه يعني ما ينفعش نقول ايه ننزل مصري من الطعم ونرجع انت مقيم هناك بالزبط كده من أماكن لأماكن محتاج بالزبط كده نطلع فاصل ونرجع يا دكتور نكمل ولما نرجع حسأل حضرتك معلومة مهمة عايزين نقولها على المصري ممكن نقولها بسرعة جدا إن الناس اللي عندهم مصري أنفلونزا الناس اللي عندهم حساسية ضد البيض ما ياخدوش المصري أنفلونزا اللي عندهم حساسية ضد البيض الموضوع يتشرح سهل آه لأنه المصري الأفلونزا أصلا بيتصنع جوه بيض الطيور جوه بيض الدجاجية فالناس اللي عندهم حساسية مفروضي الناس اللي فيه ناس بيض الدجاجية البيض يعني البيض ما هو بيض ما بنأكل بيض الدجاجية فهو يتصنع جواء يا سبحان الله فهو أيوة فهو ده دي معنوه مهمة جدا يعني يبقى فيه معلومتين اللي هي المعلومة أنه إحنا لازم اللي وإحنا بناخد التطعيم نتطمن أن ده آخر تحديث أو أحدث تطعيم وما يبقاش عندنا حساسية ضد البيض لأنه بتصنع جوه قشر مش قشر البيض البيض اللي بزاق مش القشر كمان كمان يا دكتور ماشي